شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة مراسم توقيع بروتوكول للتعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قام بالتوقيع على البروتوكول مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة اللواء بكر محمد البيومي يتذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة لتأدية خدماته الحكومية على أعلى مستوى للمواطنين ويهدف البروتوكول إلى تحديد إسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة